أكد رئيس الوزراء حيدر العباد التزم حكومته بإجراء الانتخابات المحلية والتشريعية في موعدها المحدد العبادي وخلال المؤتمر الصيحفي الأسبوعي قال إن الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات المحلية والتشريعية في موعدها المحدد وأشار إلى أن المفوضية تأكدت استعدادها لإجراء الانتخابات في يوم واحد وأعلن العبادي رفضه لتبني الأمم المتحدة مشاريع للمصالح الوطنية خارج العراق داعيا إياها إلى الالتزام بقوانين الدولة العراقية حسب قوله وبشان الأزمة مع كردستان قال العبادي إن الحكومة المركزية لم تطلع على أي حساب ختاميا من صادرات نفط كاركوك واتهم الإقليم بالتلاعب في أعداد الموظفين قائلا إن الإقليم يزعم وجود موظفين لديه بنسبة نصف أعداد الموظفين في العراق داعيا السلطات في الإقليم إلى التعاون لمعرفة الأرقام الحقيقية لأعداد الموظفين في الإقليم وبشان موضوع جباية الكهرباء أكد العبادي أن وضع حد للهدر في استخدام الطاقة هو الهدف الأساس في مشروع الجباية المذكور